ومن إسرائيل بدأ وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر جولته في المنطقة لطمأنة حلفاء واشنطن حول الاتفاق النووي مع إيران والتقى كارتر في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي عبر مرات عدة عن رفضه للاتفاق وأعلن كارتر خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي موشي علون أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز تعاونها العسكري مع إسرائيل نحن مستمرون في تعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وخاصة إسرائيل للمساعدة في الدفاع عنها ضد أي عدوان وضمان حرية الملاحة في الخليج إسرائيل ستبقى حجر الزاوية في السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأمنها وتفوقها العسكري النوعي هو أولوية قصوى بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيا